السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم أبنائنا أهلا بكم أبنائي وبناتي طلبة وطلبات الصف الثالث السنوي هنكمل مع بعض الموضوعات اللي بدأناها في منهج الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدأنا مع بعض ثلاث حلقات المرة اللي فاتت النهاردة هنكمل مع بعض الحلقة الرابعة هنتكلم على البوابة المنطقية أور أو بوابة الاختيار هنشوف مع بعض كده إيه الحاجات اللي احنا عايزين نفتكرها مع بعض في الموضوعات اللي فاتت هنتكلم على البوابة المنطقية وبنقول إن هي دايرة إلكترونية بسيطة بيتميز إن ليها دخل وليها أو أكتر من دخل وليها خارج واحد ده المقصود بالبوابة المنطقية أو الإلكترونية هنتكلم برضو على إيه دخل البوابة المنطقية فده عبارة عن شرط يعني ممكن نفترض أو نعوض عن كلمة دخل بإنه عبارة عن condition أو شرط الشرط ده قد يتحقق وقد لا يتحقق في النهاية بيطلع عندي خارج الخارج ده بيناسب أو بيكون حسب طبيعة سلوك البوابة المنطقية اللي احنا بنتعامل معاه عايزين نفتكر مع بعض بوابة الانت وقلنا فيها شوية معلومات صغيرة كده بوابة الانت لها شكل أو لها رمز قياسي كده اللي هو شكل زي كرف كده من الأمام من ناحية اليمين ولها دخل من الA والB وممكن نبقى لها خارج واحد اللي احنا بنسميه L مثلا اتفقنا ان احنا كان ممكن نحسب عدد التشكيلات بقانون بسيط جدا اللي هو الان كابتل بيساوي 2 ونفتكر مع بعض كده ان كابتل دي تمثل عدد الاحتمالات أو عدد التشكيلات اللي هي حتساوي بعد كده الحالات اللي موجودة في جدول الحقيقة اللي احنا بنبنيه للبوابة المنطقية اللي احنا بنتعامل معاه كمان من ضمن الحاجات اللي عايزين نشوفها الان السمول هنا بنقصد بيها ايه بنقصد بيها عدد الدخل بتاع البوابة اللي بنتعامل بيها يعني ممكن يكون عندي بوابة انت ذات دخل 2 مثلا يبقى هنا الوس 2 2 أس 2 يبقى هتبقى كام 4 ممكن يكون الدخل بتاع 3 يبقى 2 أس 3 عتساوي 8 وهكذا اذا احنا عايزين نقول ان عدد التشكيلات او الاحتمالات لأي بوابة منطقية بتساوي 2 اللي هي بتمثل الاساس المنطقي او الاساس للنظام العددي السنائي باعتبار ان الدخل قد يكون في نهاية الشرط تحقق بنقول عليه توه او لم يتحقق بنقول عليه فولس يبقى 2 أس عدد الدخل اللي موجود معنا في اي بوابة وبكده بنقدر نحسب عدد التشكيلات او الاحتمالات اللي بنبني منها جدول الحقيقة وجدول الحقيقة زي ما شفنا مع بعض في المرة اللي فاتت على بوابة الاند كان الحالة الوحيدة اللي بتطلع نتيجة الخارج بتاع هذه البوابة توه ان يكون الدخل في ان كل جميع حالات الدخل او جميع الشروط النتيجة بتاعتها توه اذا اختل منهم اي شرط وكانت نتيجة فولس بتكون النتيجة النهائية فولس وبالتالي اي ما بقى يعني اذا شبهناها باللمب او مصباح كهربي زي ما شفنا مع بعض المرات اللي فاتت هنجد ان المصباح الكهربي لا يوضاء او ما بيدينيش الحالة توه الا اذا كانت جميع الايه اه حالات الدخل كلها توه لو حالة واحدة فولس بتكون النتيجة النهائية مصباح غير موضاء او بتكون الحالة النهائية فولس للبوابة اتفقنا مع بعض ان فيه صيغة بولينية او للجبر المنطقي اللي هي الصيغة المنطقية للدال اللي كانت للبوابة اند وهذه الصيغة كنا بنقرأها بنقول ان الواي بتساوي الاي باي بي يعني لو افترضنا الاي والبي هما الدخل بتاع البوابة هتكون جفازة لتأقول النتيجة بتاعتنا مثلا واي ده كان الملخص اللي احنا طلعنا به من البوابة المنطقية اند النهاردة ان شاء الله حنكمل مع بعض البوابة المنطقية اوع وده بنطلق عليها بوابة الاختيار البوابة اند only Ampun عليها بوابة التوافق وكان بوابة التوافق هنا كان لازم يتحقق جميع احتمالات الدخل انها تكون تهو لكن عندنا دلوقتي بوابة الور بنقول عليها بوابة الاختيار فبيكتفى باي حالة نتيجتها تهو او اي شرطة نتيجة تهو او اي دخل نتيجة تهو تكون نتيجة البوابة اللي عندي في النهاية تهو طيب البوابة بتاع الأور أو بوابة الاختيار ممكن يكون لها دخلين وممكن يكون لها أكتر من دخل لو لها دخلين فقط بنسميه two binary variables أو متغيرات منطقية اتنين بتكون متغيرات منطقية بالنظام السنائي يعني بمعنى أصح بيكون zero يا one الone بنومز لها لما تكون النتيجة أو أو نتيجة الشرط بتاعنا صحيح false إذا كان نتيجة الشرط بتاعتنا غير متحققة أو غير صحيح يعني بنومز ديها بالنظام السنائي برامز zero أكتر من خارج واحد وفي الآخر خالص بيطلع لخارج واحد فقط لهذه البوابة لهذه البوابة نشوف مع بعض البوابة المنطقية or البوابة المنطقية هنا بتاعت الأور لها رسم مكافئ فيه كديرة كهربية يعني لو تخيلنا دايرة كهربية كده فيه مصدر للجهد أو مصدر للطيار الكهربية فيه عندنا مفتاحين متوصلين على التوازي مفتاحين مفتاح ايه ومفتاح بيه متوصلين على التوازي وبعد منهم فيه مصباح كهربية هذه الدايرة الكهربية هي بتمثل الرمز المكافئ لبوابة الاختيار or طيب لو احنا حبينا نستنتج كده بعض علاقات موجودة من الرسمة اللي قدامنا دي ممكن نطلع منها بإيه ممكن نطلع منها بإن توصيل المفتاح بالدايرة بيعني إيه يعني لو أنا وصلنا المفتاح إيه هنا وصلنا المفتاح إيه أو وصلنا المفتاح بيه ده معنى إيه معناه إن إغلاق الدايرة أو بمعنى آخر إنه بيكون هذا المفتاح في وضع يعني قيمته الدخل بتاعه بالنظام السنائي وان تاني لو تخيلنا في الشكل البسيط اللي موجود قدامنا دلوقتي إن المفتاح إيه أو المفتاح بيه تم إغلاقه يعني معنى كده إن الدائرة مغلاقة يعني وصلت المفتاح بمعنى الدائرة مغلاقة ده في إيه في الدوائر الكهربية معنى كده إن المفتاح ده في وضع أون يعني كأنه نهوارت اللمبة بالضبط بمعنى آخر قيمة الدخل اللي إحنا دخلنا من هذا المفتاح بيمثل بالنسبة لنا القيمة وان بالنظام السنائي طيب الشكل ده ممكن نطلع منه بإيه كمان نطلع منه بإن دائما المصباح المضاء بيعني أن الخرج النهائي لهذه البوابة بيساوي واحد يبقى إذا أضيق المصباح معنى كده إيه؟ معنى كده إن الخرج للبوابة ده بيمثل واحد يبقى المصباح هنا بيعبر عندي عن خرج هذه البوابة طيب فصل المفتاح بيعني إيه؟ بيعني فصل أو فتح الدائرة يبقى لما بوصل المفتاح يبقى المفتاح ده في حالة أون يبقى الدائرة مغلقة لما بفصل المفتاح يبقى الدائرة في حالة أوف يبقى الدائرة ده مفتوحة يبقى بمعنى كده ان الخرج بتاع هذه البوابة بيمثل او المفتاح ده بيمثل zero وبالتالي الدايرة بتاعتي مفتوحة يبقى ما فيش واصل طيار كهرابي وبالتالي الدائرة هنا مفتوحة طيب المصباح بامتى الحالة اللي بيكون فيها غير مضاء لما بيكون الخرج النهائي لهذه البوابة بيساوي zero يعني لو رجعنا مع بعض انت تخيل المنظر كده هنجد لو انا قفلت المفتاح ايه يعني اغلقت الدايرة من ناحية المفتاح ايه فهنجد الطيار الكهرابي حيمشي في السلك من اتجاه الايه وفعلا هيصل للمصباح ايه المصباح ال وبالتالي المصباح في هذه الحالة هيضاء لان قفلت الدايرة في اتجاه واحد لان هنا المفتاحين زي ما حضرتك شايف متصلين مع بعض على التوازي وده عكس الدايرة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت او قبل كده في الحلقة السابقة بوابة الاند كان المفتاحين على التوالي كان لازم شرط لاضاءة المصباح ان يتصل او تغلق الدائرة من المفتاحين معا هنا مفتاح واحد فقط يغلق او الاثنين مع بعض يغلقهم هتكون الدائرة في هذه الحالة دائرة مغلقة يعني في هذه الحالة بيصل طيار الكهرابي من مصدر الجهد الى المصباح وبالتالي المصباح بيضاء يبقى معنى كده ان الدائرة مغلقة الخارج النهائي لهذه البوابة هيكون وان كتعبير ايه بالنظام السنائي ده تقريبا الملخص بتاع رسم المكافئ لبوابة الاختيار طيب نقدر نستفيد بقى من الحدوثة دي في ايه لو جينا نشوف مع بعض مثال بسيط كده نعلق بيه على الشكل اللي احنا شفنا من شوية هنفترض ان الايه هي مصدر الدخل الاول للبوابة والبي هو مصدر الدخل التاني للبوابة يبقى انا عندي دخلين او بي وعندي كمان حالة المصباح يعني اعجز اعرف حالة المصباح هتبقى ايه المصباح هنا بنرموز له برمز ال يبقى ايه بتمثل الكونديشن الاول او الشرط الاول البي بتمثل الكونديشن التاني او الشرط التاني كدخل للبوابة وفي الاخر خالص النتيجة النهائية اللي هتطلع هو الاثر اللي حيبان على المصباح الكهرابي اللي هو حالة الال وتمثل بالنسبة لي الخارج للبروبة أور يبقى إحنا لو جينا نشوف البروبة أور هنا وعايزين نكمل الجدول التالي لتوضيح حالة المصباح ال هل هو مضاء أو غير مضاء يبقى إحنا عايزين نكتب هنا في النقاط عشان نكمل التدريب ده هل هو مضاء أو غير مضاء بناء على الحالات اللي موجودة قدامي دلوقتي على سبيل المثال لو افترضنا أن المفتاح الأول كان حالته أف داير مفتوحة من ناحيته والمفتاح الثاني الحالة بتاعته أف يبقى داير مفتوحة من ناحيته يبقى داير كأنها مفتوحة من الناحيتين معنى كده أن لا يصل طيار كهرابي من مصدر الجهد إلى المصباح وبالتالي هتبقى الحالة المصباح اللي هنا هيبقى غير مضاء تمام أما لو كان المفتاح الأول يبقى داير مغلقة من ناحية المفتاح الأول دا بالمفتاح الثاني داير مفتوحة ما فيش مشكلة هيصل طيار كهرابي إلى المصباح وبالتالي المصباح هيكون مضاء طب الحالة التانية هنفترض انه حصل العكس المفتاح الاول off الدايرة مفتوحة من ناحيته لكن on من المفتاح التاني اللي هو b معنى كده ان الدايرة مغلقة يبقى هنا النتيجة النهائية او الخارج النهائي هيكون المصباح مضاء وبالتالي هنقدر نحصل على خارج one اما اذا كان المفتاح a on والمفتاح b on معنى كده ان الدايرة هتكون المصباح في هذه الحالة الدايرة مغلقة والمصباح في هذه الحالة هيكون مضاء ده النتيجة النهائية اللي ممكن نحصل عليها للاجابة على التدريب اللي فات يبقى حالة المصباح اللي هنا بتتوقف على الشرطين اللي موجودين معنا اللي احنا عمزلاله بمفتاح كهرابي قد يكون مفتاح اي او مفتاح b او بمعنى اصحة هو شرط اي وشرط b اذا تحقق الشرط الاول وكانت نتيجة تروه وإذا تحقق الشرط الثاني وكانت ناتيجة ترول اللي هو الحالة الرابعة هنا هيبقى المصباح مضاء أحد الاختيارين ON يبقى المصباح أيضا مضاء الحالة الوحيدة اللي بيكون النتيجة بتاعتي OFF في البروابط الاختيار أو ببروابط الOR إن يكون المصباحين مفتوحين يعني OFF في حالة OFF وبالتالي يبقى النتيجة بتاعتهم 0 يبقى النتيجة النهائية لخرج الدلة عبارة عن أو خرج البوابة المنطقية 0 وبالتالي هيكون المصباح غير مضاء دي الاحتمالات الأربعة اللي احنا ممكن نشوفها لبوابة ذات دخل أو ذات دخلين A و B يعني بين شرطين بس طيب هل هناك رمز بيرمز إلى البوابة المنطقية OR أي وهو الشكل اللي بين قدامنا دلوقتي بنلاحظ أن الشكل ده مقاعر شوية من ناحية الشمال أنا بشرع لي بالموس دلوقتي غير البوابة AND كان عبارة عن خط مستقيم من قدام كده هنجد أنها محدبة شوية كده غير ما كانت في البوابة OR كان الشكل بتاعها نصف دائرة يبقى إذن الشكل هنا مختلف وشكل البوابة ده متعرف عليه في أي حتة في الدنيا وفي أي مكان هنجد أن هذا الشكل بيرمز إلى البوابة المنطقية أو بوابة الاختيار OR طيب الشكل ده بين قدامنا جدا أنه عبارة عن شكل لبوابة OR ذات دخلين الدخل A والدخل B أو الشرط A والشرط B والنتيجة النهائية بتمثل عندنا مين؟ النتيجة النهائية المين؟ للـ L أو الخرج للبوابة L طيب البوابة المنطقية OR نقدر نحسب لها عدد التشكيلات أو الاحتمالات لأننا في الآخر لو كان البوابة اللي فاتت مثلا كان فيها دخلين فقط طيب كام احتمال ممكن يصادفنا؟ نحن نرى هذا الجدول اللي في التمارين لو نفتكروا مع بعض إستمال الأول إن المفتاحين OFF الإستمال الثاني إن المفتاحين ON إستمال السائل إن المفتاح الأول OFF والثاني ON إستمال الـ 4 إن المفتاح الأول OFF والثاني هو الـ ON يبقى إذن هنا شفنا مع بعض أربع احتمالات لو كان الدخل عندي إيه شرطين أو الدخل عندي إتنين يبقى هنا بنعرف نحسب الكلام ده لو كان عدد الدخل ثلاثة أو أربعة أو سبعة أو عشرة نقدر نحسب الكلام ده إزاي عندنا قانون سهل جدا عدد التشكيلات إن بيساوي إتنين قص إن صمول يبقى الإن كابتل بتساوي إتنين قص إن صمول يعني إيه يعني عدد الاحتمالات أو التشكيلات اللي هتكون جدول الحقيقة للبوابة أور هو بيساوي إتنين اللي هو الأساس في النظام السنائي لإن إحنا اتفقنا ما عندناش اللي حالة واحدة في الشرط يزيه يوان قص إن والإن دي تمثل عدد الدخل لهذه البوابة إحنا اتفقنا البوابة اللي معانا كانت من عرضناها وكان فيها دخل إتنين فقط إيه وبي يبقى لو قلنا إتنين قص إتنين يبقى إتنين في إتنين بمعنى بكام بأربعة يبقى عدد التشكيلات أو جدول الحقيقة حيتكون من أربع حالات واللي احنا شفناهم مع بعض من شوية طيب حنفترض مع بعض إن أنا عندي بوابة بوابة اختيار أو بوابة أور لها دخل أربع أربع دخل يبقى هنا لو افترضنا إذا كانت البوابة أور ثنائية الدخل يبقى التشكيل بتاعها تنين قص إتنين بأربع احتمالات طيب لو كانت البوابة أور ثلاثية الدخل يعني لها دخل ثلاث احتمالات أو ثلاثة دخل إيه وبي وسيه مثلا يبقى في هذه الحالة حتكون اتنين قص ثلاثة يعني اتنين في اتنين في اتنين حتساوي ثمانية يبقى عدد التشكيلات أو جدول الحقيقة اللي هنعمله كمان شوية بيتكون من ثمن احتمالات أي عدد من الدخل كل اللي بنغيره بس فقط بنغيره مكان التلاتة دي بنحط مكانها إيه بنحط مكان الان سمول اللي احنا اتفقنا عليها بنحط مكانها القيمة اللي بتبثل الدخل وبالتالي اتنين مضروبة في نفسها عدد من المرات بكده بنحصل على عدد التشكيلات في جدول الحقيقة طيب لو افترضنا مع بعض هنا أن جدول الحقيقة بنقصد به إيه بنقصد به أنه هو بيساعدك في تفسير سلوك البوابة المنطقية وذلك في ضوء العلاقة بين دخل البوابة والخرج بتاعها يبقى احنا من خلال جدول الحقيقة بنقدر نعرف سلوك البوابة المنطقية بتاعتنا عبارة عن إيه تفسيرها إيه للدخل بتاعها علشان تدينا الخرج أو أثر الدخل أو أثر البوابة على الدخل عشان تطلع لي الخرج ده المقصود بجدول الحقيقة هو بيفصر لي الحكاية دي طيب احنا معانا مع بعض في الرسمة هنا نحلل مع بعض الشكل ده بعد إذنكو لو جينا نشوف الرمز اللي موجود قدامنا دي بوابة إيه قوع تمام طيب الدخل بتاعها كام دخلين فقط اللي هما إيه وبي ده بالنتيجة النهائية بيمثلها الإل كويس قوي يبقى أنا لما حب أعمل جدول الحقيقة يبقى أنا هعمل عمود للإيه وعمود للبي وعمود للإل الاحتمالات اللي ممكن تجيلي كام احتمال طالما الدخل 2 يبقى 2 قس 2 ده من القانون اللي احنا عرفنا من شوية 2 قس 2 باربع يبقى عندي أربع احتمالات طيب إيه الاحتمال الأولاني؟ إن يكون نتيجة الشرط الأول 0 ونتيجة الشرط الثاني 0 يعني نتيجتهم اللي 2 false يعني اللي 2 off يبقى النتيجة النهائية ايه off 0 برضو طيب إذا كان الشرط الأول 0 والشرط الثاني 1 يعني الشرط الأول لم يتحقق والشرط الثاني تحقق في هذه الحالة حتكون النتيجة النهائية 2 أيضا يعني النتيجة النهائية أن المصباح مضاء إذا حبيت بالتعبير الكهربي طيب الحالة الثالثة حنعكس حيكون المفتاح الأولاني هو اللي تحقق فيه الشرط بالنتيجة 1 المفتاح الثاني هو اللي نتيجته أو الشرط بتاعه 0 هتكون النتيجة النهائية عندي هو كام ون يبقى النتيجة النهائية طيب إذا كان المفتاحين ون يعني معنى كده المفتاحين ون أو بمعنى أصح الدايرة مغلقة من الجانبين من المفتاح الأول و المفتاح الثاني يبقى النتيجة النهائية هتكون عندي ون بكده يبقى احنا شوفنا مع بعض كل الاحتمالات اللي ممكن تعد علي بالنسبة لي بوابة اختيار ذاتة دخلين كويس نشوف مع بعض التدريب ده ونحاول كده نفكر فيه بهدوء هنفترض مع بعض ان انا عايز اكمل جدول الحقيقة لبوابة اختيار ثلاثية الدخل طيب اول حاجة قبل ما اكون الجدول الاواملاه لابد افهم الاول انا عندي كام احتمال حيقابلني احنا اتفقنا ان عدد الاحتمالات بتساوي ايه بتساوي اتنين اللي هو الاساس للنظام العددي السنائي اتنين قس عدد الدخل احنا اتفقنا هنا قلنا في السؤال بتاعي ايه ثلاثية الدخل يبقى انا عندي ايه وبي وسي يعني عندي ثلاث شهود او عندي ثلاث احتمالات او عندي ثلاثة دخل للبوابة اوع يبقى معنا كده ان عدد الاحتمالات هتساوي اتنين قس ثلاثة يعني اتنين في اتنين في اتنين يعني هتساوي ثمان احتمالات الثمان احتمالات اللي حيصطفوني ان البوابة المفتاح الاولاني ايه بزيو مفتاح التاني بزيو مفتاح الثالث بزيو وده الاحتمال الوحيد اللي مش هنجد فيه واحد بيصادفنا او طهو بتصادفنا في الثلاث احتمالات دي الحالة الوحيدة يبقى فيه عندنا هنا النتيجة النهائية هتكون false او zero ايضا باقي الاحتمالات في البوابة المنطقية or يكفيني جدا ان نجد واحد في اي احتمال من الاحتمالات يعني الاحتمال التاني مثلا الشرط الاول بزيو التاني بوان التالت بزيو يبقى النتيجة وان الاولان زيو التاني زيو التالت وان يبقى معنا نتيجة كده وان اذا لو لقينا واحد في اي مكان من التلات شهوط يعني شرط واحد بوان او شرطين بوان او التلات شهوط بوان هتكون النتيجة النهائية وان ولذلك هنا هتجد ان البوابة or عكس البوابة and تماما بمعنى كان عندنا العكس لو تحقق التلات شهوط هي الحالة الوحيدة فقط اللي بتكون نتيجتها طروف البوابة and وبقيت الاحتمالات كلها طالما في زيو واحد موجود في الاحتمالات يبقى هتكون النتيجة كلها النهائية عندي بالنسبة لزيو ده البوابة and بقى نهاردة الكلام بيختلف العكس تماما الحالة الوحيدة اللي بتطلع عندي زيو ان النتيجة النهائية false لهذه البوابة اذا كان جميع احتمالات الدخل بتاعتي كلها بتساوي صفر اما اذا كان اي احتمال اي احتمال بيساوي وان في باقي الدخول او الشهوط اللي عندي شرط واحد منهم فقط هو اللي تحقق هتكون النتيجة النهائية بالنسبة لي one ده بالنسبة لي البوابة المنطقية or طيب هنجد برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نعرفها ودي بتأهلك زي ما اتفقنا للناس ان شاء الله اللي هتدرس كمبيوتر وحتتتخصص في هذا المجال سواء في نظم وحاسبات او في كلية هندسة او في كلية حلوم او اي تخصص كمبيوتر من الحاجات المهمة اللي احنا بنبدأ ندرسها دايما النظم العددية ودي اللي شفناها في الترمي الاول والحاجة التانية اللي هي البوابات المنطقية وده بيتبعها حاجة مهمة جدا اسمها قوانين الجبربوليان ودي مجموعة من القوانين اللي بنحسب بها الدوارة الالكترونية وبنصمم بها الدوارة الالكترونية ونعرف الخارج بتاعها ولها مجموعة من القوانين فاحنا بس تبسيطا للمعلومات عرضنا لحضرتك المدخل بتاع هذا الجزء فقط لغير اللي هو البوابات المنطقية ولكن يهمنا ان تبقى عارف ايه الشكل او الصيغة العامة او القانون البوليني لهذه البوابة احنا بنقصد بالقانون البوليني او الصيغة العامة لهذه البوابة ان هي بتمثل طريقة مختصرة بتعبر بشكل بسيط جدا عن ما يحدث من هذه الدائرة او في هذه الدائرة او في هذه البوابة في صورة معادلة جبرية بسيطة يبقى ده المقصود بالصيغة البولينية يبقى ده أحد فروع الجبر بنسميه الجبر بوليان أو علم الجبر بوليان وده بيمثل بالنسبة لحضرتك عبارة عن كل دائرة كهربرية أو دائرة منطقية بناخد لها قانون بسيط جدا بصيغة جبرية بيتعبر عنه بمعادلة بسيطة طيب لو حبينا نشوف الدايرة أو البروبة المنطقية أور الصيغة البولينية لها عبارة عن إيه عبارة عن وي بتساوي A بلاس B طيب نقرأها ازاي؟ ننطقها ازاي؟ مش هقول هي يعني علامة الزائد هنا مش هقول إنها زائد دي بوابة اختيار ولذلك هنقول إيه؟ هنقول الخرج وي يبقى الواي هنا اللي قبل الي يساوي هو بيمثل بالنسبة لي نتيجة هذه البوابة الخرج بتاع البوابة بيساوي إيه؟ بيساوي ال A أو B يعني ال A أو ال B يعني أي أو أحد الشرطين يتحقق تكون نتيجة الواي إن هو الشرطة النهائي أو الخرج النهائي لهذه البوابة تهو أو يس أو ون كل دي احتمالات صحيحة يبقى عما نحب ننطق البوابة دي ما بنقولش الواي بتساوي إيه زائد بي؟ بنقول عليها وي بتساوي ال A أو B طيب اللي فاكر معنا البوابة أند كنا بنكتبها إزاي؟ كنا بنكتبها وي بتساوي A دوت بي أو A باي بي يعني كأنها في كأنها في يبقى لابد من تحقق الشرطين كأنه بقول واحد في واحد حاكون نتيجة نهائية واحد اللي هو بمعنى كده أن الخرج بتاعته هو فيما عدا ذلك كل النتائج بتاعتي بتكون false لهذه البوابة ده تقريبا المدخل بتاعنا لحلقة البوابة المنطقية or يبقى البوابة المنطقية عشان نجمع الشغل اللي احنا قلناها كله النهاردة بنقول البوابة المنطقية or لها رمز منطقي أو قياسي بيعبر عن هذه البوابة حتى احنا بنستخدمه بعد كده في رسم الهندس إن شاء الله لما حتيجي ترسم دوائر إلكترونية لو تتخصصنا في هذا المجال حتجد إن احنا بنستخدم الشكل ده وهذا الشكل بيعموز إلى البوابة or ومعروف على مستوى العالم وأي حد حيشوف هذا الشكل هيبقى عارف إن دي بوابة or والشكل اللي احنا خدناه المرة اللي فاتت بيمثل البوابة and وهكذا البوابة دي لها دخلين على سبيل المثال ولكن من الممكن يكون لها أكتر من دخل كل دخل بيساوي شرط من الشروط وأي شرط استفهامي بيبدأ بهل بتكون الإجابة بتاعته يا نعم يا لأة يا true يا false يا yes يا no أو بمعنى أصح لما بنعبر عن هذه القيم بالنظام السنائي بنقول zero أو one يبقى إذن هنا البوابة الشكل اللي قدامنا حاليا هو في A و B يعني معنى كده الدخل بتاع A والدخل الثاني B قد يكون الأولان لنتيجته one أو zero قد يكون الدخل الثاني لنتيجته one أو zero ونتيجة لسلوك هذه البوابة في أن احنا تحقق أحد الشرطين أو الشرطين معا بيعني أن الخرج النهائي بيكون طروح أو إجابة صحيحة أو نتيجة صحيحة طيب ده همز القياسي للبوابة أما نحب نحسب عدد التشكيلات الكلام ده بيرجع على حسب الحالة اللي موجودة قدامنا يعني إذا كانت هذه البوابة سنائية الدخل يبقى أنا عند احتمالين إذا كانت هذه البوابة سلاسية الدخل يبقى 2 أس 3 بتمن احتمالات إذا كانت هذه البوابة خماسية الدخل A و B و C و D و E يعني عندي خمس شروط بتتحكم في النتيجة النهائية يبقى الخمس شروط في هذه الحالة عدد التشكيلات بتاعتها 2 أس 5 يعني الاثنين مضروبة في نفسها خمس مرات هتكون النتيجة النهائية 32 حالة أو 32 احتمال لهذا الخارج إذن هنا يكفيني فقط تحقق شروط واحد فقط علشان النتيجة النهائية تكون لهذه البوابة ب1 أو بقيمة صحيحة يبقى جدول الحقيقة في هذه الحالة هتكون ال A و B فقط و L النتيجة النهائية اللي موجودة على حسب الرسمة اللي موجودة معنا يبقى النتيجة النهائية بالنسبة لي 0 والباقي كل 1 بعد كده الصيغة البولينية لها اللي هي اتفقنا ان احنا بنقراها Y بتساوي A or B اي واحد منهم بيتحقق هذا الشرط هنكمل مع بعض ان شاء الله في الحلقة اللي جاية ازاي نقدر نعمل برنامج او مشروع يحاكي هذه البوابة بلغة الفيجور البيزيك كتطبيق ديسكتوب أبليكيشن وحنشوف مع بعض ازاي بنعمل بعد كده مشروع ننتج به محاكاة لبوابة منطقية او بلغة البي اتشي بي على صفحة ويب بشكر حضراتكم بشكر حضراتكم ونتقابل ان شاء الله في الحلقة الجاية والف شكر مع السلام